البيئة وصحة البيئة والملوثات الأساسية لمقونات البيئة الأساسية وكيفية الوقاية منها وكيف لها علاقة بصحة الإنسان البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من عوامل سواء كانت طبيعية أي حياتية أو بيولوجية أو اجتماعية أو هي بتعريف آخر كل ما يحيط بالفرد الأرض التي يعيش عليها الهوى اللي يتنفسه الحرارة الرياح الأمطار الماء الذي يشربه كل ما يحيط بالإنسان هو يمثل بيئته يعني أي عامل ممكن أن يؤثر على صحة الإنسان موجود وقريب من الإنسان هو يمثل بيئته أي عامل ممكن يؤثر على صحة الإنسان هو يمثل بيئة هذا الإنسان أو هي العوامل المرتبطة بالإنسان بصورة خاصة وتأثر عليها وممكن يسبب لحالة مرضية معينة إذن من هذا التعريف السابق عرفنا أنه هناك عدة مكونات أو عوامل للبيئة عدنا عوامل فيزيائية هي الماء والهواء والتربة والسكن أي شيء فيزيائي طبيعي موجود بالوجود هو يعتبر عامل فيزيائي وممكن يؤثر على صحة الإنسان في حالة تغيرت المعايير اللي موجود به عوامل كيميائية مثل الغذاء، الفضلات، البشرية، الصناعات، المبيدات الحشرية، المواد الصناعية بكافة أشكاله عوامل بيولوجية هي العامل اللي تحيط بالإنسان واللي تكون تنبض بالحياة مثل النبات والحيوان، الجراثيم والطفاليات الكوارث البيئية أيضا تعتبر من العوامل اللي تحيط بالإنسان وتأثر على صحة الفيضانات والحروب والمجاعات ورح نجي نتعرف عليه إذن عرفنا البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من عوامل فيزيائية وكيميائية وإحيائية هي كل البيئة الخارجية المحيطة بالإنسان كلمة بيئة جاية من تبوأ من مكان اللي يعيش به في بعض الأحيان قولها بيئة اجتماعية، بيئة زراعية هذا الشخص جاي من بيئة زراعية أي إنه مستقر وموجود في بيئة زراعية مكونة من تربة وماء بيئة مدنية أو متحضرة يعني عايش بالمدينة إذن هو كل ما يحيط بالإنسان من مكونات مادية ومعنوية ممكن أن يكون له بيئة الخاص صحة البيئة هو علم وفن حفظ وتحسين البيئة أي جميع الأمور الطبيعية التي لها علاقة بصحة الإنسان والهدف منها هو التقييم والسيطرة على جميع العوامل الفيزيائية والكيميائية وجميع العوامل الأخرى وفق الطبيعية الأخرى التي تؤثر على صحة الإنسان ونسعى لخلق بيئة صحية خالية من الأمراض بالإضافة إلى تحسين وتعزيز وتطوير المعايير البيئية وتحسين استخدام تقنيات وسلوكيات صديقة للبيئة يعني صحة البيئة نحن قلنا البيئة هي العلاقة ما بين الإنسان والمكان الذي يحيط به سواء كان طبيعي أو كيميائي أو بايولوجي هذه كليته أكفت علاقة معينة ما بين الإنسان وما بين هاي البيئة وأكو معايير يجب على الإنسان أنه يحافظ عليها يحافظ عليها بتحديد نشاط الإنسان يعني مثلا هسا شروط جودة البيئة أنه مثلا الحامضية التي تعيش بها الكائنات أو المطلوبة بالبيئة هي 6.5 إلى 7.5 هذا المعيار حتى أحافظ عليها لازمه ناشا سوي أحدد من نشاط الإنسان أغلب الملوثات الموجودة بالبيئة أغلبها هي بفعل الإنسان عندنا أيضا فعلا أكو ملوثات تكون طبيعية نتيجة البراكين أو احتراق الغابات لكن هذه متوازي التلوث اللي يسببه النشاط البشري فبالتالي حتى حافظ على هاي المعايير أنتجت ما يسمى بألم أو ظهر ما يسمى بألم البيئة وهذا الألم يحافظ على صحات البيئة من خلال شنو؟ تحديد نشاط الإنسان وجاء المعايير لكل شيء معيار للهواء أنه هذا الهواء بكذا مقدار لازم كمية التلوثات به ما تلغي التلوثات نهائيا لأنها ما من الممكن لأنها جوية من النشاط البشري لكن أحدده بمعايير خاصة حتى يستطيع الإنسان يعيش بها دون ضرر وهذه المعايير تعتمد في صحة البيئة ويجب تطبيقه إذن أهداف صحة البيئة من خلال تعريفها صارت واضحة جدا هي توفير المياه الصالحة للاستهلاك لآدمي وضمن معايير ومنع تلوث المياه ورح نتعرف شون تمنع تلوث المياه شون القوانين اللي موجودة الغذاء لازم يكون صحة وسليم أيضا واحدة من عوامل البيئة اللي هو الغذاء والماء والسكن والهواء والتخلص من الفضلات اللي هي أيضا تمثل البيئة هذه كلية قلت لكم أي مكون سواء كان طبيعي بايولوجي إحياء فيزياء كيميائي إلى علاقة بصحة الإنسان هو يمثل البيئة صحة البيئة هدفها المحافظة على تلك العلاقة السليمة ما بين الإنسان وبين البيئة مالتب وضع وتحديد نشاطات البشرية والحفاظ على معايير للمياه للغذاء للمسكن للهواء النقي تخلص من الفضلات مكافحة الحجرات والخضاء على القوارض الناقلة للأمراض اللي هي تمثل البيئة البايولوجية تخلص من البرك والمستنقعات واللي هنا نأدنى البيئة الصحية البيئة النفسية اللي هي مهمة جدا أيضا نحافظ عليها التخلص من مخاطر المهنة مخاطر المهنة أكفت ما درح الدرسوها إن شاء الله بالمرحلة الثانية اللي هي السلامة المهنية اللي هي تعني بكل المخاطر اللي تحيط بالشخص في بيئة العمل أي مخاطر تحيط بيئة في بيئة العمل أسميها مخاطر مهنية وهذه المخاطر أيضا موجودة جدا خصوصا على العمال اللي يعملون في الكثير من المصانع اللي تتم بها عمليات احتراق أو مصانع القطن أو الطابوق أو الطحين أو الحبوب وغيرها واللي لازم يرتدون المعدات الوقاية الخاصة وأيضا الحفاظ على تخوية جيدة حتى نحافظ على صحة العامل بتلك الأماكن تلوث الهواء رح نجي على أهم مكون موجود في البيئة اللي هو الهواء وتعرفون الهواء ضروري جدا لهذا الحافظ عليه هو ضروري جدا لصحة الإنسان تغير أي تغير طبيعة الهواء أو نسبة مكوناته اللي موجودة أيضا عدتكم واضحة يؤدي إلى أفساده وجعله ظهر للإنسان ومو فقط الإنسان وحتى أي كائنات حية تعيش وتستنشق هذه الهواء الحيوانات كلها اللي تستنشق الهواء أنه ممكن إذا تغير هذا الهواء تغيرت المعايير مالته ممكن يؤدي إلى ضرر كبير على صحة تلك الكائنات تلوث الهواء الهواء بصورة عامة هو مكون من نايتروجين وأكسجين بالدرجة الأولى هاي المكونات الأساسية للهواء النايتروجين هو 78% مثل ما عدتكم موضح ما ذكرتها لكم هنا بالفيديو لكن هي واضحة جدا وأكسجين بنسبة 21% غازات مثل هليوم وغيرها من الغازات أي تغيروا بهاي المكونات اللي هي أساسية للهواء أو تغير في معاييرها أو نسبتها يؤدي إلى تلوث الهواء تلوث الهواء يكون بأشكال أشكال ملوثات الهواء يعني شون صير هذي ملوثات الهواء بالجوو؟ هي تكون على شكل أساسيات أما غبار وأتربة يعني على شكل ذرات دقيقة جدا بتكون أما صالبة أو سائلة متطايرة بالجوو هذه أو على شكل غازات يعني ذرات غبار وأتربة سائلة أو صالبة أو شكل غازي السائلة والصالبة أطلقنا عليها لفظة الغبار والأتربة الغبار والأتربة يكون بأنواع ثلاث أنواع رئيسية اللي هي أما عضوي أو غير عضوي أو يكون مركب من المادتين عضوية وغير عضوية العضوي اللي أقصد به العضوي اللي جاينا نتيجة الملوثات اللي جاي مني أما من الإنسان أو الحيوان أو تجينة هذه من الإنسان أو الحيوان أو النبات أي ملوثات وتتحول إلى غبار أو أتربة وأساسها إنساني أو حيواني أو نباتي نطلق عليها لفظة عضوية مثلا غبار القطن وهي أيضا في مصانع القطن كثير جدا من الحوادث التي تحصل للعمان نتيجة استنشاق تلك الغبار وهي تكون دقيقة جدا جدا أو تستقر في داخل الرئة والسبب منها الكثير من الأوراق فهي أيضا غبار القطن حبوب الطلع القصاب التبغ الحبوب ينواها عند طحنها بالمطاحنة أيضا تؤدي إلى تطاير هذا الغبار واستقرارها بالجو والأتربة المتطايرة من فضلات الحيوانات الجافة وأيضا فضلات الإنسان أذن الأتربة الغير عضوية والتي أكثرها معدنية هنا نتنقسم إلى أثنين حسب تأثيرها على أنسجة الجسم فقسم منها يأثر على أنسجة الجسم بصورة عامة مثل الرصاص والقصدير يعني يستقر في طبقات مثل الرصاص وأخذنا وحيشين عليوا بأنه شون يستقر بالطبقات الدهنية الطبقة الدهنية تحت الجلد بالنسبة للإنسان وأيضا أكون تكون متخصصة بإصابة الرأة مثل السيليكا والإسبست والسيليكا والإسبست هي مركبات أيضا موجودة في حياتنا بصورة عامة مثل استخدامها في تصنيع نابي بالمياه في صناعة الزجاج أيضا في صناعة الأسطف والأسطح والكثير الكثير من الصناعات ويطاير للجو ويستقر في شكل غبار دقيق جدا جدا ممكن أنه استنشاقة يؤثر على الرأة ويسبب منها الكثير من الإصابات الأتربى المركبة العضوية وغير العضوية التي تكون مثل الكيروسون والي أساسها النفط والي يكون مكون من مواد أصلا عضوي ومن ثم يتحول إلى غير عضوي والبرافين الخيروسين والبرافين هي مشتقات النفط والبرافين الكيروسون يكون على شكل دقائق سائلة مستقرة بالهواء اما البرافين فيكون بشكل صليبهم واذي لجهاز التنفسي وللعين هنا بعض الصور اللي نشوفها اي استخدام الكيروسون والاسبست وشمع البرافين استخداماتهم بانابيب المياه ايضا ممكن انه نصنع من عدة بالنسبة للسيليكا ايضا الزجاج الاسطح البرافين اللي هي مشتقات نفطية والبانزين هذه هنا صورة للسيليكا والاسبست عند استخراجها كماد دخام هنا بعض الصورة الوردية هاي شعيرة دقيقة جدا هذا هو استقرار استقرار هذه السيليكا او الاسبست بشكل شعيرات دقيقة جدا في الرأي ومن ثم تبدي تكون الامراض اللي هي القلبية الرأوية او السرطانات لا سامح الله في منطقة الرأي للأمال ثانيا الغازات اذا قلنا ملوثات اشكال ملوثات الهواء اتربة وغبار والاتربة والغبارة تكون اما صالبة او سائلة وثانيا الغازات طبعا الكثير الكثير من الغازات تلوث الهواء او تلوث الماء او حتى صحة البيئة هي مادة صحة البيئة هي مادة تدرس فيه وهو علم خاص ويدرس فيه الكثير من الكليات الجامعات والكليات وايضا هو قد يكون تخصص كامل صحة البيئة فبالتالي حاولت انه هذا الموضوع اقرب لكم لاقرب صورة مبسطة حتى تفهموها فمثلا من اقول الغازات من انطيك اوكسيدي الكاربون او ثاني اوكسيدي الكاربون مو معنى انه ما موجد غازات اخرى ملوث الهواء بالعكس ملايين الغازات اللي هي السبب تلوث الهواء لكن هذه بصورة عامة اقرب الاشياء واكثر الاشياء شيوعا اوكسيدي الكاربون يحرر هذا الغاز من محركات السيارات والقطارات والطائرات ومن المعامل اللي تستخدم الفحم وقود او الكازولين كمعامل الطابوق والحديد وصهر المعادن اي محامل تستخدم فيها الحرق الغير تام تنتج لأكسيدي الكاربون عندنا انواع من الحرق الحرق اللي يكون حرق شديد وحرق تام ينطينا ثاني أكسيدي الكاربون والحرق اللي يكون غير تام ينطينا اول أكسيدي الكاربون كما في الصورة عامة في الصوبة عندنا بالبيت الحرق هنا يكون غير تام لان محرق شديد من قوي فينطيني اول اكسيد الكربون لان دائما نقول استخدام من تستخدم الصوبة النفطية خلي تهوية حاول انه ما تخليها موجودة يعني تقلقها لليل كله لانه ممكن السبب انه التسمم والوفاة شون السبب التسمم والوفاة غاز اول اكسيد الكربون الى قدر على الاتحاد معه جزيئة الدم جزيئة الدم تتكون من هيموغلوبين اللي هو الهيم الحديد والقلوبين اللي هو البروتين فبالتالي هنانا الى قدرة انه يتحد ويالقلوبين البروتين ويسوينا مركب سام جدا يسمى الكاربوكسي هيموغلوبين الكاربوكسي هيموغلوبين هذا المركب يمنع نقل الاكسجين او تباطل عملية الاكسجين وبالتالي يسبب الاختناق والوفاة ثاني اكسيد الكربون يتحرر من احتراق الفحم الرخيص وكذلك ايضا من السيارات بالاحتراق التام ويسبب تخدش الجزء الاعلى من الجهاز التنفسي اذا عرفنا الهواء شخص من اقول تلوث الهواء هو تغير في المعايير الاساسية او في الغازات الاساسية اللي موجودة في الهواء اشكال تلوث الهواء منها الغبار والاتربة والغبار والاتربة منها عضوي وغير عضوي وبعضها يكون مركب ما بين العضوي وغير العضوي ومنها غازات ومثال عليها غاز اول اكسيد الكاربون مصادر تلوث الهواء اللي هو بصورة اساسية مصادر تلوث الهواء مثلها مثل المصادر اي تلوث موجود في البيئة هو اما يكون طبيعي او يكون صناعي الطبيعي اللي هو يجينا مثلا من الصحاري انفجار البراكين حبوب الطلع نتيجة التلقيح النباتات وهي تكثر حتى تلاحظوها في فصل الربيع نشوف الكثير من الناس يعاني من التحسس في هاي الفترة ويبدي بالسعال والعطاس هذا كل نتيجة حبوب الطلع واللي تبدي هنا عملية عملية انتشار حبوب الطلع وتكاثر النباتات مصادر صناعية هنا لها علاقة بتكوينها وانتشارها بنشاط البشري مثل استخراج المواد الاولية وتصنيعها اي مواد اولية ممكن استخراجها وتصنيعها مثل صورة بسيطة القطن بداء من جمعة وتصنيعها مثلا محطات توليد الطاقة الكهربائية وللأسف ايضا لها تأثير كبير على تلوث البيئة احتراق النفايات جمحة وحرقة بصورة غير صحيحة تشهيد المباني وهدمها لأدي الى انتشار الاتربة والغبار كذلك نقل المواد لغرض التصنيع والانتاج ايضا ممكن ينتج لكمية كبيرة من الملوثات سواء في عملية الانتاج او من المادة نفسها نتيجة سحقها او طحنها معاملة الفضلات السائلة ايضا في معامل خاصة ايضا ممكن اذا ما عملناها ممكن ايضا اتأديلي الى تكوين شنو الفضلات السائلة هنا ممكن انه هي تتفاعل فيما بينها وتكون لغازات وهاء الغازات تنطلق الى الهواء مثل غاز الميثان واللي هو مؤثر جدا في تلوث البيئة الاغرار الناتجة عن تلوث البيئة اولا الانطار الحامضي الانطار الحامضي هنا انا عندي مهمة جدا اللي هي لها اثر كبير واذا للبيئة ادنا 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 اكو مركب اسمه اس او فور وعدنا الانطو او اللي هو وعدنا غازات الميثان اللي هي اسي اتشور هاي الكثير من الغازات بعض منها تتحد مع بعضها وتكون لي مركبات مضرة بالبيئة مثل اندي هسا رح اجي على غاز ثاني اوكسيد الكبريت اللي هو اس اوتو اس اوتو غاز ثنائي اوكسيد الكبريت هذا من يصاعد للجو بكميات كبيرة جدا واللي موجود هذا الغاز وين موجود بالفحام وبالنفط وبعوادم السيارات بالدرجة الولى بالمصانع اللي يتم بيها الاحتراق هذا الغاز ممكن انه اذا الطاير رح يستقر في الغلاف السوف للطبق الارضي طبعا اغلب هذه الغازات تستقر بالغلاف القريب من الكرة الارضية اغلفت الجو ايضا عدة اقسام وعدة انواع ما دخلتكم بها بس لانه حتى بس اركز لكم المادة في هذا ظرفنا فالوجو متكون من عدة طبقات الطبق القريبة من سطح الارض ممكن انه هاي الطبقة ينتشر عليها هذه الغازات اللي هي غاز الاشتو اس اوف العفو اللي هي غاز اس او تو اللي هو اوكسيد الكبريت او غاز نايتروجين اوكسيد النايتروجين اللي اوكسيد النايتروجين ايضا ايضا هذا اللي هو ممكن انه يجيني من الاحتراق في درجات الحرارة العالية اللي موجودة بالمصانع هاي العمليات الاحتراق تنتج لهذا الغاز هذا اللي الغاز ونتيجة سقوط الانطار رح يصير تفاعل ويتكون لي حامض الكبريتيك اللي هو اشتو اس او فور هذا الحامض اللي هو رح يسبب لي الانطار الحامضية الانطار الحامضية ما ظهرتها شديدة جدا على البيئة اولا تقتل النباتات ايضا ممكن انه هي تتساقط على المياه وبالتالي تقتل الحياة اللي موجودة في المياه هدر كبير للثروات اللي موجودة داخل المياه ثروات السمكية لانه هي ممكن تأثر على المياه ودرجتها ممكن قلت لكم تتلفلي المزروعات المي الانطار اول ما تنزل سبحان الله وتعالى انه سبحان الله المي من ينزل من السماء يكون طاهر جدا ونقي جدا لكن عند وصول على هاي الطبقة اللي هي الطبقة السفلة بالغلاف الجوي اللي قريبة من الكرة الارضية واللي هي للأسف الشبعت بملوثات الهواء راح يمر بتلك الملوثات ويسبب لي اتحاد مع تلك المركبات وينتج لهذا الضرر اللي هو الانطار الحامضية واللي هي زيد حموضة المياه وتصبح غير صالح للكائنات وممكن ايضا تتلف للمزروعات وهدر كبير للاقتصاد الاحتباس الحراري او الانحباس الحراري او حرارة الكرة الارضية وهذه ظاهرة ايضا هم السمعون به اضافة الى ظاهرة الانطار الحمضية او الحامضية الانحباس الحراري ايضا هو شنو من جالها فالصورة بسيطة ايضا حتتوضح الشمس بطبيعتها تنتج الاشعة اللي تدف الكرة الارضية هاي الاشعة كانت تجي وتدخل للكرة الارضية وتمتص من الارض هاي الاشعة مسؤولة عن الكثير الكثير من حركة الرياح من دفء سطح التربة والارض بصورة عامة ويتم امتصاصها ايضا من قبل الكرة الارضية في بنفس الوقت هذا الامتصاص لهذه الاشعة اللي جايتنا من الشمس كانت تنأكس اكون نوع ثاني من الاشعة تنأكس من باطن الارض وتخرج الى الطبقات العليا من الجو هاي اللي داي صير بالاحتباس الحراري نتيجة وقلت لكم عندنا طبقات او الغلاف الجوي مكون من عدة طبقات الطبقة السفلة المحيطة بالكرة الارضية تتشبع بانواع من الغازات المزيد من الغازات من انواع هذه الغازات اللي مسؤولة عن الاحتباس الحراري قبل شوية ذكرنا نوعين من الغازات ثاني اوكسيدي الكاربون وقلنا اوكسيد النيتروجين بصورة اساسية لمسؤولة عن الامطار الحمضية هنا عندنا غازات اخرى اللي هو غاز الميثان من الغاز منعدها يكون دا ينمنع بسبب تلك الملوثات الغازية اللي منتشرة على الغلاف القريب من سطح الارض وبالتالي هذا كل يزيد من حرارة الكرة الارضية ودنشوفوا لو سألون عدكم واحد شبير بالبيت نشوف التطورات سريعة جدا بسبب اه تفاقم تفاقم ازمة التلوثات لو سألون شخص عدكم كبير ببيت احيقول لك لا صيفنا ما كان بهاي الشدة من الحرارة صيفنا كان وهذا ليس يعني ليس فقط بالنسبة ان احنا لكن انه هو موجود في العالم بصورة عامة لكن بالنسبة ان احنا ظرفنا العراق اه للأسف يمكن الاسوأ بين العالم من 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 مجالين انه احنا اه بلد غني جدا بالمشتقات النفطية فبالتالي هاي المصانع اللي هي استخراج مشتقات النفط هي ملوث اساسي للكرة الارضية وبالتالي بنسبة للعراق ملوث خاص اضافة الى استعمال احنا للمولدات بطريقة كبيرة جدا واللي منتشرة في كل العراق وطولكم ده تعرفون احنا حاليا معتمدين عليها بالدرجة الاساس بتوليد الطاقة الكهربائية فللأسف هاي انتجت انه جو ملوث جدا بالنسبة او اساسا بالدول المجاورة يعني ادنا مصانع للنفط وادنا ملوثات عوادم السيارات وعدم تطبيق الانظمة اضافة الى المولدات واللي هي ايضا اه لوثتنا الجو بطريقة اضافية جدا وحتى اللاحظ احنا للاسف يعني ظهور المزيد والكثير من الامراض المسرطنة في الجنوبنا الحبيب مناطقنا الجنوبية هذا ايضا نتيجة انتشار معامل النفط وايضا بالاضافة الى زادة الكارثة اللي هي استخدامنا للمولدات مكافحة تلوث الهواء اول التثقيف الصحي التثقيف الصحي مهم جدا جدا في مكافحة تلوث الهواء اي نوع من التلوث سواء كان صغير او كبير ينتج من معمل او منزل هو يساهم في ضرر للبيئة فبالتالي انا ابدأ من المنزل يعني مثلا ابسط شيء اللي هو في التثقيف الصحي مثلا العفو النفايات النفايات في حالة انه انا المفروض اقسمها الى ادت انواع من النفايات واتخلص منها بطريقة سليمة مو اجي اجمحها وبعدين ابدي احرقها وبعدين اتلوث للمكان كله عوادم السيارات السيارات المفروض مزودة بفلتر يمنع العادم بالعكس احنا عدنا للأسف حتى شبابنا بدأوا النوبة يقام يرفع انا طبعا هاي ما كان عندي فكرة عنها لكن واحد من الطلاب قال اكو هيت شي فما اعرف بس انه قال انه احنا اكو بعضهم حتى يرفع الصالنسة حتى السيارة تطلع صوت حتى يلفت النظر هذا كله ناس يتلوث الهواء فبالتالي مهم جدا جدا هو التثقيف الصحي توفير مواد الوقود اللي لا تنتج تلوث كبير وهذا على عاتق الدولة اه تلوثات دائما الها شقين شقية يقع على عاتق الشخص والشق الاخر يقع على عاتق الدولة توفير الوقود التي لا تنتج تلوث مثل الكهرباء وغاز الاحتراق باسعار مناسبة تحويل الالات والاجهزة اللي تشتغل بمواد تبعض غازات او اتقنة وتسبب تلوث في الجو مثل قاطرات السكك الحديدية الى كهربائية ماكنات الديزل او تزويدها بمرشحات لتنقية الغازات الملوثة توفير التهوية كافية وسحة واستعمال الساحبات الهوائية في المعامل ومباني والمساكن حتى تغيرنا اه 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 تلوث الهواء داخل هذه الاماكن وبايضا اتخفف من التلوث وقاية العمال من التلوث الجوي داخل المصنع هذا فيما يخص الصحة المهنية استعمال الالات الحديثة توفير الادامة الكافية لها حفظ العمال على استخدام ادوات الوقاية تبعا لنوع الغازات المنبعثة تشكيل الساحبات لهم بالمعامل اللي تسحب الهواء الغير مفلتار اتخاذ اجراءات ادارية لتأمين اختزال التلوث لان بعضها من مسؤول مكافحة التلوث يجب ان يقع على عاتق السلطات المحلية وخاصة الادارة الصحية العامة في الدولة فيتشرف على لوائح وتنظيم ومراقبة الانشطة يعني دائما انه اخلي اخلي عقوبات افرض اجراءات خاصة حتى احدد من التلوث بالمعامل او المصانع اقيده باستخدام نوع معين من الوقود اه مثلا اقيده باستخدام الساحبات اصحاب المركبات او اخلي مثلا انه هذه العادمة للسيارة على الاقل ارفع عن سطح او مستوى الاستنشاق بالنسبة للشخص اللي موجود بالطريق تنفيذ الخطط الحديثة لتحديد الانتشار الواسع للملوثات على مستوى دولة مثلا ادخل السيارات الحديثة اصحاب السيارات القديمة اللي هي وساط النقل مشرط سيارات اي وسط نقل قديم يبدي ينتجنا ملوثات اكثر فبالتالي هاي كلها مهمة جدا في تخفيض نسبة التلوث التشجيع على الزراعة وعمليات التشجيع للتقليل من الغبار ونسبة التلوث المكون الثاني اللي هو الماء وهو احد الحاجات الاساسية الكائنات الحاولة ولا يقل اهم يعني اهمية الهواء والشمس والطعام فهو ايضا ضروري للعيش وكنا نعرف اهمية الماء لكن هذا الماء اذا كان ملوث رح ينطيني بدال الفائدة المرجوة منها رح يكون مصدر لنقل الكثير من الامراض الى الاشخاص الاصحة وزيادة نسبة الاصابة سواء من خلال جمعة او توزيع او استعمالات تعريف الماء الصحي اذا هو اي ماء خالي من التلوث اي كان نوع سواء كانت اتربة اجسام غريبة يعني اي جسم غريب في الماء تربة تعكر بصفوة الماء وجود احياء اشياء نشوفها بعين المجردة واشياء ما نشوفها بالعين كالبكتيريا والفيروسات اي شي في هذا الماء ممكن انه يسبب لي التلوث ويغير من الحالة الصحية او تعريف المياه الصحي العفو او تعريف الماء الصحي التلوث الطبيعي من هذا عرفنا انه رح بشكل بسيط حتى نعرف شنو نقصد بالماء الصحي وانه هو خالي من الملوثات رح نتعرف بصورة بسيطة على الملوثات الملوثات الطبيعية اللي تأدي بتغيير بخصائص الماء الطبيعية فيجعلها غير مستساخ كاكتسابة رائحة كريهة تغيير لون مذاق اول ما بدينا نتعلم ودخلنا المدرسة وبالمرحلة الابتدائية قلونا انه المي لا لون لا طعم لا رائحة هذا شنو هذا مواصفات الماء فاي تغيير بهذول المكونات الثلاثة الفيزيائية الطبيعية للماء يعني انه انه اشوف بي رائحة او تغيير لون او مذاق اعرف انه هذا الماء معرض لتلوث طبعا هذا غير مستساغات يعني من اشوف رائحة غير مستساغة غير مرغوب فيها مو رائحة زكية قد يكون مضاف لفد شيء معين منكة لكن اللي اقصد بي انه هنانا الاشياء الغير مستساغة او التغير بالرائحة واللون والمذاق تلوث الكيمياء يصبح للماء تأثير سام نتيجة ايضا وجود المواد الكيميائية مثل مركبات الرصاص الزرنيخ المبيدات الحشرية اللي تجيني مثلا انا عندي فد اراضي معينة او مساحات زراعية بديت رشيتها بمبيدات حشرية بدون ان اراء الظوابط المبيدات الحشرية لها نسب معينة لكن للأسف غياب الترقيف الصحي او عامل الوعي مثلا نشوفه يجي يخبط كمية من المبيدات الحشرية بدون ما يعرف نسبها وقياساته ويبدي يسقبها الاراضي الزراعية مجرد هطول المطر راح تبقى هاي النسب من المبيدات الحشرية المترسبة في النباتات وراح تنسحب الى وين الى المياه طبعا من اخطر الملوثات الكيميائية هاي المبيدات الحشرية لانه ايضا هي تبدي تتفاعل بالمياه وممكن تسبب للامراض الكثير الكثير من الامراض السرطاني او نتيجة المرور الماء في الانابيب الرصاصية القديمة او التالفة او وجود مواد مشعة في بعض الاحيان المخلفات الصناعية ايضا مؤذية جدا فبعض الاحيان تكون هناك عندي مخلفات او مواد مشعة فهي المواد دائما المفروض ما ارميها قرب محطات تنقية المياه لانه ممكن هنا امتصاصها من قبل الماء تلوث العضوي ويحدث نتيجة التلوث الماء بجراثيم المراضية والطفليات التي تسبب ايضا مختلف الامراض ومصدر هذا النوع من التلوث يكون اما الانسان او الحيوان المصاب بتلك الامراض فبالتالي ايضا هذا التلوث لازم يكون قريب من محطات تنقية المياه الامراض بعض الامثلة على الامراض اللي تنتقل عن طريق المياه مثل الامراض البكتيرية بصورة عامة مثل ادنى واللي هو منتشر ومتوطن بالعراق مرض التايفوئيد والباراتايفوئيد والكوليارا والزحار الباسلي التايفوئيد والباراتايفوئيد سامعين بيوه منتشر جدا قلتلكم وسبب السالمونيلا فالكوليارا ايضا ضمات الكوليارا وهو ينتقل عن طريق المياه الزحار الباسلي نقصد به الاسهال اللي يكون من نوع الاسهال الدموي او الدايزنتاري وعدنا نوعين من الاسهال الدموي اسهال السبب البكتيريا اللي هي الاسهال الدمويلا او الشرشي يكون لاي بكتيريا القالون الامراض الفيروسية مثل شلل الاطفال التهاب الكبد الفيروسي لكن التهاب الكبد الفيروسي نوع اي اذا ما موجودة يمكم ثبتوها وسجلوها التهاب الكبد الفيروسي نوع اي اللي يسببه وليس الانواع الاخرى اللي هي بي وسي اللي هي طريقة انتقالها تختلف واخذناها وقلنا ممكن انه بي ينتقل عن طريق الدم وعن طريق من الام الى الجنين وممكن عن طريق الاتصال الجنسي بين الاشخاص المصابي اما نوع اي فهو اللي ينتقل عن طريق طعام والشراب الملوثين فبالتالي يكون واسطة نقلة عن طريق المياه امراض الطفيلية مثل الزحار الاميب ليش قلت لكم عندنا انواع من الزحار اللي هو الاسهال الدم وقسم السبب البكتيريا الزحار الباسللي اللي هي بكتيريا القالون وقسم اخر سبب نوع من انواع الطفيليات اللي هي الانتميبة انتميبة ستولوتيكا اللي سبب لي ايضا نوع من انواع الدايزنتاري البلهارزية ايضا اللي تنتقل عن طريق الجلد نتيجة الصباحة في المياه الملوثة الكثير من الديدان المعاوية يمكن أن يكون الماء واسط جيد لنقلة أيضا عندنا بعض الأضرار التي تنتجنا قبل قليل من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه الأمراض الإحيائية أو البيولوجية التي تأتي بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية أيضا عندنا أمراض أخرى تنتج نتيجة التغير في خصائص المياه أو التغير في مكوناته مثل عندنا عنصر الفلورايد عنصر الفلورايد مهم جدا موجود في المياه المياه منتجة خصوصا مياه عالي الجبال يكون فيها تركيز عالي من الفلورايد وفي بعض الأحيان يضاف الفلورايد صناعية للمياه لزيادة نقاوتها وجودتها لكن في حالة عدم مراقبة النسبة سواء زادت هذه النسبة أو قلت راح تأثر لي على الأسنان بالدرجة الأولى ومن ثم العظام فبالتالي ممكن أنه قلتها سبب للتسوس وزيادتها سبب للتبقع بالأسنان وحتى تنخر بإذا كانت زيادة كبيرة جدا ممكن أنه تأثر لي على تنخر بالعظام تضخم الغدة الدرقية الغدة الدرقية اليود موجود بصورة طبيعية في الأكل وفي المياه بالدرجة الأولى فقلت عنصر اليود بالمياه نتيجة التلوثات ممكن يسبب لي تضخم الغدة الدرقية أمراض أخرى ناتجة عن زيادة عسر الماء أو التسمم يعني ترسب كميات من المعادل في المياه وزيادة عسرته ممكن يسبب لي أمراض حسب كمية العنصر الموجود في الماء ومنها الأمثلة عنصر الرصاص طرق انتقال الأمراض الموجودة في المياه أو المسببات المرضية الموجودة في المياه إلى الإنسان بكذا طريقة أول طريقة وأهمها هي شرب المياه الملوثة أنا من شربت المياه الملوثة دخلت المسبب بصورة مباشرة إلى داخل الجسم أو مثلا الاستحمام في المياه الملوثة استحمام في المياه الملوثة يعني ممكن أن أبتلع كمية من هذه المياه أو ممكن أن أبتلع جرح في الجلد وبالتالي تخترق مثل قبل شوية ذكرنا البلهارزية البلهارزية مذنبة المذنب مالتها ممكن أن يدخل من أي جرح موجود بالجلد أي فتحة بالجلد ومن ثم ينتقل ويستقل داخل الجسم رأي المزروعات التي تأكل طازجة بمياه ملوثة أجل أرش الفاكهة أو الخضروات بمياه ملوثة ومن ثم أتناولها بدون غسل أيضا أدخل المسبب المرضي الثلج التي تنتجها المعامل وأغلبها ملوث ومياها غير مصدرها غير موثوق فبالتالي استخدامها لتبريد الماء وشربها استعمال مياه الملوثة في تحضير المأكلات أو غسل الأواني ممكن أيضا أن يسبب لي انتقال تلك المسببات إلى داخل الجسم كيفية الوقاية من المياه هناك عدة طرق للوقاية منها مثل تطهير المياه بصورة عامة تطهير مثلا بالأوزون حاليا أكثر انتشارا اللي هو المي اللي دا نستخدمه قنان المياه أو بالأشعة فوق قلبة نفسجية واستخدام الكلور أو حتى توفير الماء وتبريده المزيد من طرق تطهير المياه المهم مهم جدا تطهير المياه قبل شربها تخلص من الطحالب والنباتات المائية لسبب لتلوث وتعكر المياه عدم إلقاء مياه الصرف الصحي في المياه قبل معالجتها وهذا رح نتطرق لموضوع كامل عن كيفية معالجة النفايات عدم إلقاء الفضلات والمخلفات الآدمية والحيوانية في المياه أيضا قبل معالجتها عدم السماح بإلقاء المخلفات الصناعية وهي مضرة جدا لما تحتوي على مواد كيميائية عدم دفن النفايات الضارة أيضا بالقرب من باطن التربة وقرب مصادر المياه أيضا لأن تؤدي لتلوث المياه الجوفية وبالتالي تلوث المياه بصورة عامة التربة وهي مكون مهم جدا من مكونات البيئة أخذنا الهواء بصورة عامة والماء والتربة أيضا ملوثات التربة الكثير من النفايات يتم جمعها ودفنها أو حرقها على سطح التربة والتخلص منها بطريقة غير صحية هذه راح تنتج لإنعدام صلاحية التربة للزراعة أن هذه التربة تكون غير صالحة للزراعة بعدما تتكون بها عدة مكونات ضارة من أجل أسويها الأرض مكابل النفايات بطريقة غير صحيحة تلوث المياه الجوفية اللي هو ممكن أن تتكون مكونات وبالتالي تترسف المياه الجوفية تهديد الغطاء النباتي بصورة عامة واللي نقصد بالنباتات الطبيعية والتي تنمو من الطبيعة عند داخل الإنسان هذه أيضا ممكن أن كلها تتهدد تدخل الإنتاج الزراعي والمستوى الاقتصادي والتصحر والإنجراف بالنتيجة وهذا التصحر والإنجراف راح يرجع لي وين يسوي لتلوث يسوي لتلوث بالهواء نتيجة انتشار القبار والأتربة فهي حلقة متواصلة شفتوا تلوث التربة ينتقل بالأمطار إلى إلوث المياه وتلوث المياه مضر أيضا وبالتالي الضرف الثروة اللي موجودة من نباتات وحيوانات داخل المياه تلوث التربة ممكن يسبب للتصحر وبالتالي يؤدي إلى تلوث الهواء واحدة أيضا من مهام الصحة البيئة أو أهداف صحة البيئة هو المسكن الصحي أخذنا الماء والهواء والتربة والمسكن الصحي المسكن هو موطن أو سكن الأسرة واستقراره كليةنا لما نكون بعملنا لما نكون بدراستنا ننتظر نرجع إلى هذا المكان اللي نرتاح به وترتاح به نفسيتنا طبعا إلى مواصفات يجب اتخاذها بالمسكن الصحي وهو ضروري جدا لأنه بالمسكن الصحي ممكن أنه أنا أهرب مما موجود في الخارج من تلوثات ممكن أنطي فرصة للتنفس الصحيح للأكل السليم هذا كل يتينعكس على صحتي فيفضل اختياره إن تيسر وفق مواصفات خاصة الشروط التهوية بالدرجة الأولى وعندنا أنواع من التهوية منها الطبيعي ومنها الصناعي لكن بالضروري جدا جدا أن تكون التهوية جيدة داخل المنزل المطبخ هو من الأماكن المهمة جدا واللي يحتاج إلى تهوية واللي ممكن أن تتجمع به الروائح أو الروائح أو الميكروبات إذا ما اهتمنا بالتهوية بالصورة جيدة الإضاءة مهمة جدا وقد تكون عندنا نوعين للإضاءة أيضا طبيعية والصناعية لأنه من ملوثات الملوثات البيئية ممكن التلوث الضوئي والتلوث السمعي فبالتالي مهم جدا أيضا أحافظ على نفسي من تلك الملوثات بأن أختار ما هو صحيح وسليم داخل المسكن التدفئة مهمة جدا وأيضا عندي منها الطبيعي ومنها الصناعي وأيضا موجودة ومن أختارها أختارها بدقة أختارها بعيدة عن اللي تبعث الغازات قلت لكم وحسب ما تيسر نحن ننصح ونثقف ونسوي تثقيف صحي للمجتمع لكن حسب ما تيسر وما موجود بالمجتمع مثلا ما قم موجود ما عنده إمكانية الكهرباء ما متوفرة أجل المدفئات الغاز مثلا ما قدر يدبر المدفئة النفطية أعلمه في فترات شونت يتم تشغيل هيك كم فترات قد تنطفي حتى يحافظ على صحته نظافة المنزل تتجلى الأهمية في الوقاية من الأمراض لذا يجب المواظب على تنظيف المنزل باستمرار الأرض الجدران الأثاث والنظافة هنا مهمة جدا وقد تكون طبيعيا طريق أشعاع الشمس أيضا لها أثر كبير فهي تقضي على الكثير الكثير من الجراثيم وميكانيكية باستخدام المكنسة العادية أو الكهربائية وكيميائية باستعمال مواد والمطهرات وهنا أيضا دائما ننبه ونسوي حملات توعية أنه باستخدام المطهرات والمعاقمات أنه لازم استخدامها بطريقة يكون في مكان تكون تهويتة واسعة يعني من أدخل العفو الحمام وأبدأ نظفة لازم أفتح الساحبة لأنه ممكن أنه أنا برش هاي المواد مع بعضها مرات في جهل تنخلط المواد سوى وتنتج لمكونات سامة ممكن تأثر على المدى البعيد على الجهاز التنفسي وبالتالي سبب لي الضرر هذا فيما يخص صحة البيئة بإذن الله بصورة مفصلة لكن بصورة مختصرة ومختصرة جدا بس أتمنى أنه تكون صارت عدكم فكرة عن ما هي البيئة وصحة البيئة والملوثات الأساسية للبيئة من ماء وهواء وتربة وأشكال ملوثات الهواء وكيفية التوقي من تلوث الهواء والمحافظة على تلوث الماء المحافظة على الماء من التلوث وكيفية وقاية الماء من التلوث وما هي الأمراض التي يمكن أن تنتقلنا عن طريق المياه الملوثة والمسكن الصحي وأهميته بالنسبة النشاط نائل هذا اليوم أريد تذكروني بعض ملوثات الهواء سواء كانت من الأتربة والغبار سواء كانت من الغازات التي لم نذكرها ومضار تلوث الهواء يعني مثلاً إحنا قلنا أول أكسيد الكاربون ثاني أكسيد الكاربون بنسبة الغازات بعد شعدنا من الغازات الملوثة للهواء ومضار تلك الغازات وأيضاً من ملوثات الماء التي لم نذكرها حتى تكون إليك نشاط ونظرة أوسع للملوثات الموجودة للبيئة بالنسبة لمكونات الماء والهواء والتربة إذن نشاطنا لهذا اليوم أنه تذكر لي ملوث بالنسبة أي ملوث أنه تقول هذا يعتبر مصدر لتلوث أما ماء أو هواء أو التربة كيف تختار أحد المكونات الثلاثة واحد وتختار لملوث تقول أنه هذا ينتج من كذا ما كان وممكن أنه يسبب لي بتلوث الماء أو الهواء أو التربة والتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر